موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام اتحية واحتراما من العاصمة انقرة مرحبا بكم في حلقتنا جديدة من برنامج بعض الحدث خريطة طريق تحرك داخليا واقليميا ودوليا للعام الجاري كانت في مقدمة جدول اعمال اول اجتماعين للحكومة هذا العام الذي عقد بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان وذلك في وقت بدأت فيه الاستعدادات الجادزة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في العام المقبل وهي المحلية والنيابية ورئاسية التي على حزب العضلة والتنمية الحاكم الفوز بها لمواجهة القوى الخارجية التي تستادف وتركيا لذا اعلن زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولة بهشل في لقائه اليوم صباحا في العاصمة انقرة مع ممثل وسائل الاعلام اعلن ان حزبه لن يقدم مراشحا للرئاسة بل سوف يدعم رئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية العام المقبل مؤكدا عقضا انهم سوف يلتزمون النهج الوطنية من اجل تحقيق النجاح لتركيا سواء بالتحالف مع حزب العضلة والتنمية الحاكم او بدعمه في اطار القضايا الوطنية وهو ما سيساهم بالطبع في النجاح الكبير الذي يسعى الحزب الحاكم العضلة والتنمية لتحقيقه لتركيا وفقا لتصريحات نائب رئيس حزب العضلة والتنمية حمزة داغجي مساء امس وهذه التحاركات الداخلية تحتاج الى تأمين دعم خارجي مؤكدا دون شك وهو ما تمحور خلال الايام الماضية في زيارة الرئيس رجب طيب اردغان الى فرنسا يوم الجمعات الماضية ووزير الخارجية التركية مولو تشاو شولو الى المانيا اول امس السبت وزيارة رئيس الوزراء البلغارية بويكو بوريسوف الى مدينة اسطنبول امس الاحدة وذلك في انتظار لقاءات مع الاقليم العربية سوف تتمثل في اجتماع اللجنة الوزرية التركية العراقية المرتقبة في بغداد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري واجتماع مجلس الشركة الاستراتيجية التركية تونسية رفيع المستوى في العاصمة انقرة في شهر شباط فبراير المقبل وهو الاجتماع الذي يأتي بعد زيارة الرئيس رجب طيب اردغان الى تونس الشهر الماضي لذا سوف يكون محور حلقة اليوم الذي يفتحه للنقاش الدكتور محمد العباسي مع ضيفنا في الاستوديو سعادة السفيرة التونسية لدى انقرة الدكتور محمد فايصل بن مصطفى لكن مشاهدين قبل بداية النقاش نتابع هذه الباقة من الاخبار ترأس رئيس رجب طيب اردغان اليوم الاثنين في المجمع الرئاسي اول اجتماع للحكومة في العام الجديد تم خلاله بحث خارطة التحرك الجديد بشأن الملفات الداخلية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها طلب التمديد لحالة الطوارئ لمدة ثلثة اشهر جديدة اذا تنتهي حالة الطوارئ في السابع عشر من شهر الجاري كما تصدر تأسب المواجهة الارهاب في الداخل والخارج في ظل الدعم الامريكي لاقامة ممر ارهابي في شمال سوريا جدول الاعمال على وتنعى البحث مصاري العلاقات التركية العراقية هذا وبحث الاجتماعو ايضا مستقبل العلاقات مع اوروبا في ضوء نتائج زيارتي الرئيس اردوغان لفرنسا يوم الجمعات الماضي ووزير الخارجية مولو تشوش اغلو اول امس السبت الى المانيا ترأس وزير الدفاع نوردين جانيكلي اليوم اجتماع جامعات الدفاع الوطنية واعلن الثمين عشر من شهر مارس المقبل موعيدا للاعلان عن الطلاب المرشحين للدراسة في الجامعة اذا من المقرر ان يتقدم طلاب بطلبات امتحان القبول غدا الثلاثاء وذلك بعض تشكيلها وفقا لأسوس جديدة يتم من خلالها تلاف اثار الاضرار التي الحقتها جماعة غولان الارهابية بالمؤسسة العسكرية شارك زغيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كامل كليجدر اغلو اليوم في تشيع جنازة النائب السابق عن الحزب محمد يوجل اكنجي ألغت محكمة الاستئناف اليونانية اليوم طلب لوجوء سليمان أسكينكتشي أحد العسكريين الفرين من تركيا إلى اليونان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز وذلك بعد أن كان قد تم منحه حق اللوجوء السياسي ومن المرتقب أن تصدر المحكمة نفس الحكم بحق سبعة عسكريين أخرين كان قد تم منحهم حق اللوجوء السياسي من قبل أسفرت الانتخابات النيابية المبكرة وفي جمهورية شمال قبرس التركية التي أجريت أمس عن نجاح ستة أحزاب من ثمانية في تخط نسبة خمس فيلم المطلوبة لدخول البرلمان إذا احتل حزب الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الوزراء حسين أوسغرغون المركز الأولى بنسبة خمس وثلاثين فاصل أربع في المأة يليه الحزب التركي الجمهوري في المركز الثاني وجاء الحزب الشعبي في المركز الثالث وخلى حزب البعض الجديد في المركز الرابع والحزب الديمقراطي في المركز الخامس يليه الحزب المجتمعي الديمقراطية في المركز السادس وبهذه النتيجة لن يتمكن حزب واحد من تشكيل الحكومة منفردان ما يعني تشكيل حكومة ائتلافية سعد سفير مرحبا بكم ضيفا على برنامج بعد الحدث ونتمنى أن تشاركنا بين الفينة والأخرى في هذا البرنامج إن شاء الله بعد تعيينكم سفيرا لدى أنكرة للجمهورية التونسية قام الرئيس رجب طيب أردغان منذ أعتقد أسبوع أو عشرة أيام بزيارة إلى تونس وهي الزيارة الأولى بصفته رئيس للجمهورية وهو ما سيتضمنه سجل لكم الدبلوماسي دون شك لذا دعنا في البداية نطلع على أهم وقائع هذه الزيارة وما تمخرت عنهم من نتائج خصوصا وأنك كنت مشاركا وفاعلا فيها شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا كذلك على إطاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج الناجح بكل المقاييس وتحية لكل العاملين في هذه القناة وكذلك للمشاهدين الكرام أكيد أن زيارة الرئيس رجب طيب أردغان إلى تونس كانت محطة فارقة وتمثل صفحة جديدة على درب ترسيخ وتكريس العلاقات التاريخية والضاربة في القدم بين تونس وتركيا وقلت أن تكون مثل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهذه الزيارة التي تشهد أول زيارة لرئيس جمهورية تركيا الرئيس أردغان هي استجابة لدعوة كريمة من لدى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايت سبتي وهي جاءت في إطار تميزت به على بقية المراحل والمحطات في أنها أولا كانت زيارة رئاسية لزيارة دولة بامتياز ثانيا كانت رئيس التركي أردغان كان مرفوقا بتسع وزراء ومئة وخمسين رجل أعمال وهذا ما أعطى بعدا إضافيا وأعطى بعدا استثنائيا لهذه الزيارة والتي كان البرنامج الذي وقع تقديمه لهذه الزيارة ثريا إلى درجة أنه احتوى على كل المقابلات للمسؤولين والمقابلات الثنائية والمقابلات الموسعة وتوقيع الاتفاقيات وكذلك ندوة صحفية إلى جانب لقاءات أخرى في نفس الزيارة كان ينعقد منتدى الأعمال والاستثمار الذي ضم 150 رجل أعمال وهذه الحقيقة يعني معطى فارق في مثل هذه الزيارات الرئاسية والتي تترجم الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى أرقى المستويات وترجمت هذه العلاقات في عمقها التاريخي والحضاري وخاصة أن هذه الزيارة سجلت تبعت بمواعيد مواعيد واستحقاقات في زيارات في أعلى مستوى أولا قبول سيادة رئيس الجمهورية التونسي دعوة رئيس أردوغان لزيارة تركيا هذا قبول على أن تحدد التاريخ يحدد في مرحلة سابقة بالترق الدبلوماسية المتعارف عليها وثانيا تحديد شهر فبراير لانعقاد الدورة الثانية للمجلس التعاون الاستراتيجي وبالتالي هذه كلها تنظم إلى سجل حافل في العلاقات الثنائية تؤيدها بالتأكيد إمضاء أربع اتفاقيات كانت شاملت على حد سوى وبنفس الأهمية وبكل الغاية المجال العسكري والمجال الاستثمار وحماية الاستثمارات وكذلك مذكرة التفاهم في مجال التعاون البيئي هذه كلها تنظف إلى ما سجلناه وما وقع تسجيله خلال هذه الزيارة من تطابق وجهات النظر بين الرئيسين التونسي والتركي حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتروحة على الساحتين الدولية والإقليمي نعم سعدت سفير ذكرتم في إجابتكم عن الاتفاقية الأربعة التي تم توقيعه خلال زيارة رئيس رجل طيب أردغان إلى تونس أول زيارة له بصفته رئيسا الجمهورية في إطار جهود دفع العلاقات الثنائية تونسية تركية على كافة المساويات أكبر سوف يتم عقد اجتماع مجلس أشارك الإستراتيجي التركي التونسي رفيع المستوى سوف يوقد هنا في العاصمة أنقراء أشارتم إلى أنه سوف يتم عقده في شهر فبراير القادم لذا سؤالي ما هي أهم بنود جدول هذا الأعمال هو أول دورة لهذا المجلس المجلس تعاون استراتيجي عقدت في 2013 وبالتالي بعد خمس سنوات يكون الدورة الثانية وتأتي في إطار زمني تشهد فيه العلاقات التونسية التركية نسقا وزخما في التعامل يمكن أن نأخذه كمثال يحتذى به في مثل هذه العلاقات بين تونس وبين بلدان أخرى وتونس التي شهدت انتقالا سياسيا وديمقراطيا باعتباره مثالا وحيدا وفريدا بين البلدان التي عرفت ثورات مماثلة في المنطقة العربية تجد أنها تكن كل التقدير والإكبار لمجهودات السلطات التركية التي وقفت تركيا كأول بلد وبلد متميز بعد ثورة اليسامين في 2014 يناير 2011 ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى السابعة لهذه الثورة وخاصة التي أرصت ديمقراطية ناشئة والديمقراطية لها أسبابها ولها مسبباتها ولها مقتضياتها وأفاقها والدورة الثانية من مجلس التعاون الاستراتيجي سوف تستعرض نزوما ما وصلت إليه هذه العلاقات التي تقتل الشراكة الاستراتيجية على محاور عدة منها التعاون الأمني والعسكري وهو تعاون متميز وتعاون يعتبر مثالا ممكن أن ننسج على منواله لأنه كان في التعاون الأمني شهدت سنتين 16 و17 15 دورة تكوينية وتدريبية بين تونس وتركيا في المجال الأمني وخاصة في مجال اليوم يتحتم وجوده بشكل صارخ وهو مقاومة الإرهاب ونحن البلدين الذين لهم نجاحات تحققت سواء في تركيا وفي تونس وكل نجاح يجلب معه الحسد ويجلب معه الحاسدين ولكن وصلت إلى درجة عمليات إرهابية ودليل على أحنا شفنا في 2015 عمليات إرهابية صارت في باردو وفي سوسا وشوف في تركيا أنا كنت شاهد عيان وشاهد عدل في نفس الوقت لأنني كنت في إسطنبول وعشت الحادثة الإرهابية الشنيعة التي صارت في كورتكوين الرينا في الملحى ليلي الليل الرينا وفقدنا في هذه الحادثة تونسيين يعني نترحم عليهم ونعتبر أن هذا صورة أخرى من تمازج الواقع وتمازج التضحيات بين البلدين وسوف يتتناول بالضرورة كذلك الدورة الثانية للمجلس التعاون الاستراتيجي التعاون الاقتصادي والتعاون المالي والتعاون التجاري نحن نقدر عاليا ما وقع ما قدمته تركيا لتونس عقب الثورة بخمسمائة مليون دولار كانت مقسمة على مستوى الهيبة وعلى مستوى التدعيم للميزانية وكذلك على مستوى نفقات المخصصة للأمن معدات للجيش ونعتقد لحد اليوم هناك 300 مليون دولار على ذمة الجانب التونسي بعد التمديد في صلوحية القروض المسندة من لكزينبانك إلى غاية 2019 وكذلك الخلل التجاري الموجود في التبادل التجاري بين البلدين والسبر الكافلة بالرفع بهذا التبادل إلى مستوى التوازن وتلافي الخلل الموجود والاختلال الموجود في ميزان التجاري ولكن إضافة إلى تعاون كبير بين تونس وتركيا في مجالي التربية والتعليم العالي وكذلك فتح الاتفاقية الخاصة بفتح المراكز الثقافية بين تونس وبين إسطنبول وهي خطوات كبيرة على درب هذا تحقيق وما للجانب الثقافي من وزن في العلاقات الثنائية نعم عموما على سعاد السفير دون شك أن القضايا الاقتصادية تم ترحيلها إلى الاجتماع المقبل في شباط من أجل إيجاد وسائل لحل الخلل القائم في ميزان التبادل التجاري وأعتقد أن كما فهمت من بعض الرجال الأعمال الذين حضروا في الاجتماع أن أفضل وسيلة لمواجهة هذا الخلل هو زيارة حجم الاتثمارات التركية في تونس حتى تكون بوابة لتركيا على إفريقيا وعلى شمال إفريقيا من خلال القيام بعمل مشروعات مشتركة سيتم الحديث عنها في شباط المقبل لكن دعنا نعود إلى الزيارة العلاقات التركية التونسية في الغالب وفي العموم لم تشهد سحب صيفية منذ تأسيس الجمهورية في تونس حتى الآن وبالتالي وكانت العلاقات تميزت كما أشرت بشكل أفضل بعد ثورة اليسمين لكن هناك أيضا من انتقد وحاول انتقاد هذه الزيارة والتقارب التركي التونسي من بعض وسائل الإعلام الخاصة أو على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا حق مكفول لهؤلاء الناس من الناحية الديمقراطية لكن كيف يمكن إقناع هؤلاء المعارضين بأهمية هذه العلاقات بالنسبة للشعبين التركي والتونسي أكيد أن هذه العلاقات إذا أضفنا إليها نعوتا على درب التميز والامتياز ليس فقط نقلا للصورة الحية بل هو إيمان بأن هذه العلاقات لها خصوصيات وهذه الخصوصيات تجعلها إذا ما وصلت أو بلغت بالقدر الكافي إلى المستمع والمشاهد سيكون على قناعة من أن هذه العلاقات من العلاقات التي لها جدوى للبلدين أولا عمق الروابط الأخوة التاريخية ونهيك أن تونس وتركيا إلى جانب ما يحف بالقواسم المشتركة التي تنعم بها هذه العلاقات هناك تشابه كبير بين تركيا وتونس وأخذ مثال على مستوى العالمين هناك تشابه كبير على العالمين وهناك اختلاط في الدماء في الكفاح في النضال ولا ننسى أنه في 1853 إلى حد 56 هناك حرب القرم وتونس وجيش التونسي شارك فيها بمعدل 20 ألف تونسي وإلى حد اليوم تونس لار الموجودة في كوستومونو تدل على وترسخ هذا التاريخ المشترك ثانيا تركيا كانت من أول البلدان السباقين إن لم أستثني وأقول أنها من الأوائل الذين وقفوا إلى جانب تونس بعد الثورة التاريخية ثورة 14 جانفي للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكان وقوفها بكل الأشكال وفي كل الميادين وعلى كل الأصعدة وفي كل المجالات وخاصة ما كان يتهدد تونس ويتهدد أي بلد يشهد ثورة مماثلة على الانتقال الديمقراطي وما يحف به من مخاطر وخاصة على مستوى أمني وعلى مستوى عسكري وكانت التجليات لوقوف تركيا بجانب تونس كانت كثيرة وعديدة ويمكن أن يصعب نعتها وحصرها في وقت من الأوقات إضافة إلى ذلك هناك قناعة في تونس هناك قناعة أن النموذج التركي كما حققت تونس نجاحات على مستوى الانتقال السياسي وعلى مستوى الديمقراطية الناشئة وما يلزم هذا من معطيات وما يلزم هذا من أطروحات خاصة أمام حرية التعبير وأمام نمو وتنامي العمل على مستوى المجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وحرية الصحافة وهذا كله مجهود ناجحت فيه تونس بامتياز في انتقالها وحاليا لها انتقال اقتصادي واجتماعي إلى جانب ذلك لا ننسى أنه بالإحصائيات عندنا أكثر من 120 تقريبا ألف تونس يزورون إسطنبول والمدن السياحية الأخرى وهذا ينقل الصورة الحقيقية على نجاح الأنموذج التركي على مستويات عدة وبالتالي الصورة ستكون حتى للبعض إذا وضحت وإذا تم إضاحها سيكون هناك قناعة بجدوى هذه العلاقات الثنائية دعني أضيف أمر آخر أميرة كان هناك صدر أعظم من تونس عيام الدولة العثمانية لا أتذكر اسمه والصدر الأعظم هو رئيس وزراء يساوي رئيس الوزراء الآن ففي الدولة العثمانية كان هناك صدر أعظم أيضا من تونس ما يؤكد رسوخ العلاقات التاريخية بين تونس وبين تركيا نعم أستاذ محمد أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولة بهشلي دعم رئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابة الرئاسية المرتقبة في نوفمبر من العام المقبل مؤكدا استعداد حزبه للتباخث مع الحزب الحاكم بشأن التنسيق والتحالف للانتخابات المرتقبة العام المقبل نحن كحزب الحركة القومية لم نجري مباحثات حتى الآن مع رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان حول التحالف بين حزبين ومستقبل العلاقات السياسية فيما بيننا لكن الموضوعات مثار النقاش من جانب الرأي العام مدرجة في جدول أعمالنا وفي حال كانت في جدول أعمال رئيس الجمهورية وتم طلب بحثها يمكننا القيام بذلك وفي حال عدم الطلب سنبذل جهودنا وفقا لمسؤوليتنا من أجل التوافق على النقاط المشتركة من أجل مستقبل تركيا سعادة أسفير هناك من يسعى لربط علاقة تركيا بتونس مع فصيل واحد كما يعلم القاسي وادزاني هو حزب حركة النهضة التونسية هذا كما تعلمون لا يستقيم مع الفكرة المؤسساتي في دولة تستند إلى أسس ديبلوماسية عريقة مثل تركيا مثل ما يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان وقام في تونس باستقبال زعيم الحركة راشد الغنورشي استقبل أكذان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي بصفتكم ديبلوماسية هنا نسأل كيف يمكن معالجة ربما هذا الخلط وهذا محاولة الأغلاط أو إيصال مفاهيم خاطئة صح هو في مجتمع الديمقراطي ناشئ أهم مرحلة وأهم مهمة نقوم بها هو تصحيح الواقع وهو تصحيح المفاهيم وإعطاء الأبعاد الحقيقية التي تكمن وراء كل المفاهيم تونس تعيش تجربة فريدة تعيش تجربة فريدة على مستويين المستوى الأول هو الانتقال الديمقراطي وهي الثورة التي بدأت في تونس وتزامنت معها ثورات أخرى لكن النجاح في الانتقال الديمقراطي لم يشمل إلا تونس ولم يكن إلا فريدا في تونس هذا على مستوى الثور لكن على مستوى المنهج كذلك كان منهجا تونسيا تونسيا قلبا وقالبا يعني تونس انتهجت الحوار الوطني وهي طريقة غير مألوفة وغير متعارف عليها في الانتقال الديمقراطي ونجحت بذلك بتشريك المنظمات الوطنية في الحوار وبإشراف كل ومشاركة كل الأحزاب ونالت تونس بكل فخر واعتزاز جائزة نوبل للسلام في 2015 لما تميز به هذا الحوار من خصوصية تونسية في الجنسية والمنهج والمنهج وانتقلت تونس بعد ذلك إلى مرحلة تونسية صرف هي في التوافق بين الأحزاب المكونة للحكومة وخاصة التجربة الأخيرة في إرساء وإنشاء حكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع واتفاق شمل إلى تسعة أحزاب وأربع منظمات في وثيقة كارتاج التي أرسد دعائم هذه الحكومة الوطنية وفق أهداف محددة ووفق غايات واضحة المعالم وبالتالي كل هذا يجعل المناخ الموجود في تونس هو مناخ حريات هو مناخ ديمقراطي وهناك ضوابط كبيرة لأن يكون حرية الفعل وحرية العمل مكفولة خاصة أحنا عندما اتخذنا يوم 27 جامب 2014 أرسينا دستورا جديدا للجمهورية الثانية يكفل كل مظاهر هذه الديمقراطية وبالتالي أي تعامل تركي أو أي تعامل مع أحزاب أو مع منظمات أو مع مؤسسات هو يكفله هذه الحياة الديمقراطية المتعددة في الأنواع وفي الأفعال وخاصة أن نظرة تركيا إلى تونس في إطار مصلحة شاملة كل ما يمكن أن يكون رافدا لهذه العلاقات ويكون داعما لها فإن التوجه هذا هو الصحيح لأنه المنحة وقد تميز في زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تونس بمقابلة ولقاء كل الأحزاب على قدم من المساوات يعني الوقت انتهى لكن باختصار شديد لدي سؤال قبل أن تنتهى هذه الحلقة تونس كانت من أوائل الدول التي تجاوبت مع دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في مواجهة تنظيم فتح الله جولان الإرهابي وقامت بإغلاق مدارسه كما تعلم وأعتقد هذا العام تم افتتاح مدرسة تعود لوقف المعارف وهي المدارس التي ستكون بديلا لمدارس هذا التنظيم الإرهابي كيف تقيم تجربة وقف المعارف والذي افتتح أعتقد مدرسة هذا العام وكيف يمكن البناء على ذلك في توطيد أواصر العلاقة السياسية على أسس تربوية من خلال فتح المدارس والتبادل في مجال التعليم بين البلدين هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير ويحظى ويصنف بأولوية قصوى لأن المخاطر التي تحف دايما بمجال التربية كما فيها هي تربية النشأ وكذلك ربما يلحق السورة العكسية والسلبية للموضوع نحن تونس بالنسبة لتركيا نتذكر بكل اعتزاز وقوفها بعد الثورة ونتذكر كذلك وقوفنا ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة وإكبارنا للشعب التركي الذي دافع عن الشرعية والديمقراطية وفي مجال التربية نحن غلقنا عمدنا إلى غلق مدارس محسوبة على جولن وسنمضي في ذلك بقناعة راسخة أنه لن نسمح في تونس بكل الوسائل وبكل اللغات أن يقع المس من سلامة واستقرار تركيا نعم أميرة أعتقد وصلنا إلى نهاية نعم دكتور محمد وصلنا إلى ختم حلقة اليوم نشكركم ونشكر أكضا سعادة أسافر تونسي لدى أن قرأة دكتور محمد فيصل بن مصطفى نشكركم على حضوركم معنا شكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة من إليكم مشاهدين أجمال تحيات دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر